لقد كانت مدينة نزوة لعدة قرون المركز السياسي والثقافي والاقتصادي لعمان ومن اقدم المدن التاريخية ولقد عاشت وحة نزوة على فلج دارس الذي يعتبر من اهم واكبر الافلاج في عمان بني هذا الفلج في عهد الامام سلطان بن سيف اليعربي الاول في منتصف القرن السابع عشر الميلادي الدكتور عبدالله الغافري المتخصص في علم الافلاج اكد على اهمية المياه وما تمثله بالنسبة للوحات في عمان وكيف استطاع العمانيون جلب المياه في قنوات تحت الارض ولمسافات تعتبر طويلة وهنا ياخذنا الدكتور عبدالله في رحلة بحث عن قنوات الري لفلج دارس تحت الارض من خلال الفتحات العلوية التي تستخدم لغرض التنظيف والصيانة الدورية هذا هو 20-25 متر كما ترى بحث عن الارض مياه ويوجد ترى بحث عن الارض 26-25 متر ويوجد ترى بحث عن الارض ساروز سوى ارواف في عرب هذا يعود من الارض من الامام سلطان بن سيف الارض سلطان يارض هذا المحدد في حالة 400 عام حقاً ما هذا يعني أنه هناك تشعرات مختلفة نعم نعم هذا هو المثال الرغم من هنا هناك مختلف الرغم من هذا الرغم هذا هو المثال الرغم هذا مهم جميعهم ترجمة نانسي قنقر